إلى ضيوفنا لمزيد من التحليل والنقاش في هذه التطورات بمجملها معي هنا في الستوديو الأستاذ الزائر في الناتو وأيضا الأكاديمية العسكرية في بريكسيل دكتور سيد غنيم معي أيضا من عمان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأسبق دكتور جواد العناني أهلا بكم سأبدأ معك دكتور سيد غنيم في متابعة ربما مجمل هذه التطورات لكن العالم اليوم تحت الصدمة منشغل بما حدث بالأمس في استهداف المستشفى للأهل المعمداني في غزة لكن تبادل الاتهامات والروايات اليوم إسرائيل تقول أن لديها من الأدلة بايدن يتبنى هذه الرواية بريطانيا تقول أنها تحقق للحصول على الحقائق هل يمكن إثبات أو كيف يمكن إثبات من المسؤول وحسم هذه النقطة لنصل لنقطة أخرى لبعض هذه المسألة صعب الغية بالطبع لكن الشواهد تقول على سبيل المثال مش لأول مرة يتم استهداف أماكن تخص النواحي الإنسانية مثل المدارس مثل المستشفيات سواء للجانب الفلسطيني أو في دول أخرى من أول بحر البقر في مصر من عقود طويلة وحتى الآن أنا مستغرب هذا أيضا يتماشى أو ينسجم مع تصرفات نتنياهو الأخيرة يعني نتنياهو ليس فقط تجاوز من الدفاع عن نفس إلى مرحلة الانتقام بل أنه ينفذ استراتيجية كاملة هو يريد أن ينزح الفلسطينيين بأي شكل ليس فقط من غزة ولكن من الضفة الغربية وهو يستغل فرصة التعاطف الكامل المستمر يعني على سبيل المثال لو كان مبدرة بايدن في شكل أنه جزء من الحل وليس جزء المشكلة كما يضع نفسه الآن إنه معطرف من الأطراف فكيف تكون ذلك؟ أنا أفتح لك الدعم أنا أصدقك في كل ما تقوله وحتى لو بايدن قال يعني أنك التحقيقات ستثبت ما النتيجة مقابل مئات ماتوا في لحظة من هذا الانفجار أي كان متسبب فيه فإذن ستأخذ وقت للإثبات ولكن يعني ما النتيجة؟ القصف مستمر والخسائر تزيد والهدف واضح ومحدد له الآن كما أقول إلى مرحلة الاستراتيجية أن لا وجود لأي الفلسطيني في أراضيهم هذا قابل للتطبيق على أرض الواقع مع المواقف المتشددة لكل دول عربية وخاصة مصر والأردن أعتقد أنه الموقف الطبيعي الموقف الطبيعي بالنسبة لهم لماذا؟ إذا قبلت الأردن النزوح فأين الفلسطينيين؟ وأين ستكون الأردن؟ الأردن بنية على أنها أن تكون دولة مستقلة وليست جزء من فلسطين أو فلسطين جزء منها هي بنية على ذلك فأي نزوح لها هو ضرر خطير يعني يهلك الأردن تماما بالنسبة للمصر يعني عندما يتم هذا النزوح هذا ليس تشدد بالرفض هو منطقي التشدد هو الإصرار على فكرة النزوح في حد ذاته لأنك بتزيد من حدة الشعور بالقهر والقراهية من ناس موجودين بالفعل ولا تنسي يا فندم إذا كان الموجودين في غزة أكثر من 2 مليون فالقوة التي تقاتل إسرائيل أقل من 30 ألف أو 40 ألف فإذا أنت تريد أن تنزحي هؤلاء الملايين من البشر ويتركون أرضهم بعد ما تم الاستطلاء على المستوطنات لمجرد أنك تعتقد أن هذا في النهاية حل أنا لا أرى كذلك دعني أتحول لضيفنا من عمان دكتور جواد العناني لنرصد أيضا ربما قراءته في هذا المشهد وهذا الدعم غير المسبوق وغير المحدود من الولايات المتحدة مع حكومة نتانياهو ووفق وجود هذا الطرح وهذه المخططات وردود رسمية من دول الجوار عليها بلغة شديدة حقيقة شديدة اللهجة لكن الوجود الأمريكي أي دور يمكن أن يلعبه وهل يمكن أن يستوعب هذا التيار القومي المتشد الدخل الحكومة الإسرائيلية ودخل السياسة الإسرائيلية بشكل عام طبعا الرئيس بايدن زار المنطقة مرتين في الفترة الأخيرة وواضح جدا أن مواقفه لم تتغير بين الزيارة الأولى والثانية بل تحدث بنفس اللغة وهو يصدق الآن الرواية الإسرائيلية هل من المعقول أن يصدق أحدهم بأن صاروخا قد غيرت تجاهه في آخر اللحظة ولو ربما هذه تذكرنا بما حصل مع الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت من قبل قناص واخذ الإسرائيليين يقولون بأنها قتلت برصاص المقاومة في داخل القدس وبعد ذلك ثبت للرئيس بايدن نفسه بأن بالعكس كل التحريات التي أجريت بأنها قتلت عمدا ما جرى يوم أمس كان عملا مقصودا متعمدا يتناسب مع أفكار نتنياهو ومع خططه وأنا أتفق مع ضيفك الكريم من مصر بأن هذا هو هدفه الأساسي النقطة الثانية أعتقد بأن الرئيس بايدن في سنة انتخابات يعني هو يريد أن يحقق لنفسه فوزا في الانتخابات القادمة الهدف الثالث والمهم جدا في تقديري أنا هو أننا اتهمنا دولا أخرى بأنها هي التي ساعدت حماس في الدخول إلى المستوطنات يوم السابع من تشرين الثاني يعني لا يقبلون نظرية أن حماس ربما طورت الوسائل لتعطيل الجدار وكل الأسلحة الإلكترونية الموجودة فيه وتعطيل كل أجهزة التجسس فهم يريدون أن يقول بأن وراء ذلك إما إيران أو حتى البعض وصلها إلى روسيا فصوروا كأن هذه المعركة هي معركة إقليمية دولية وأن إسرائيل يجب أن تساعد وتدعم في هذا الإطار لأنها ضد إيران وضد روسيا خصم أمريكا الأمر الرابع والأخير الحقيقة أنهم أعطوا وأطلقوا يد نتنياهو ليعمل ما يعمل ولكن بالمقابل أعتقد أنه بعد فترة قليلة سيصبح هناك عبئ معنوي وخلق عليهم كبيرا جدا بأن يتوقفوا عن هذه الأعمال الدنيئة بكل معنى الكلمة وأن يعودوا إلى صوابهم وأما في المستشفى فكيف نقول عنه مستشفى أهلي ولنقول عنه مستشفى مدني بينما لأنهم محرجون من أن يسموا المستشفى المعمداني لأنه في داخل الولايات المتحدة هذه الكلمة المعمداني تعني بأنهم ضربوا مستشفى يعودوا إلى فئة مسيحية يعني آخر مستشفى مسيحي على مستوى قطاع غزة المستشفى الوحيد المسيحي نعم وهو الباقي الوحيد نعم ولم يتذرعوا رغم أنه معظم سكان أمريكا هم من البروتستان يعني لم يتذرعوا عن ضرب كنيسة مستشفى باسم المعمدانية اسم المعمداني أو بابتزم يعني فلذلك في كل شيء يعني مدروس واللغة مدروسة وكلها تتوجه بنفس الاتجاه دكتور سيد وفق هذا الاتجاه خاصة مع هذا الدعم حتى ليس فقط من الولايات المتحدة اللي كما تبعنا بايدن يقول لن نتدخل في هذه العملية حتى تحقق أهدافها وتمهيد بأن هذه العملية ستكون طويلة إلى حد ما المستشار الألماني يقول لن نتدخل في تحديد المدة وما إلى ذلك إلى أم مدى يمكن أن يستمر هذا الموضوع برأيك أماما ربما رصدنا نوعا ما التحول في الرأي العام العالمي لهذه التغطية اللي كانت متحيزة جدا ضد الفلسطينيين في البداية كويس جدا خليني أخذ النقطة الأخيرة الأول أنا متفق مع حضرتك حتى في حوارات بيني وبين رسميين أوروبيين بدأوا يفطنوا أنها مشكلة يعني كلمة التحول من الدفاع النفسي الاستراتيجية دي من أوروبيين مش مني أنا أقولها لك صراحة يعني وأعتقد هناك ما يسمى shift of approach أو بيتم حاليا من جانب بدأ بطبيعة التصريحات وأعتقد هيكون خلال إجراءات لماذا لأن نتنياهو بهذا الأسلوب ولأربع أسباب أو أكثر محددة تأتي لصالحه ما يفعله الآن سيخبط بكل من هو غربي في الحائط لأنهم في النهاية لديهم القانون الدولي وحقوق الإنسان الذي يدافعون عنه مرارا نعود إلى القوى الأمريكية القوى الأمريكية طالما إسرائيل أعلانت الحرب كانان نيتو ميجر ألاي أولا يعني حليف رئيسي لولايات المتحدة خارج الناتو وله الأولوية بالإير مارك ولها أولويات أخرى في الدعم فمجرد إعلان الحرب يتم نقل بعض القوات بهدفين رئيسيين مع هدف خاص الهدفين الرئيسيين الأول الجسر بالإمداد وهو هنا جسر بحري الهدف الثاني الرضع لأي قوة أخرى تدخل أما الهدف الخاص وهو يظهر فيه قوة المارينس أو الدلتا فورس أو القوة البرية الموجودة هو خدف خاص لازم المهم أن هناك أسرى أمريكيين وتبقى للدستور الأمريكي لابد من إنقاذهم أما من ناحية التدخل العسكري فلابد من أحد أمرين لإما استهداف قطعة أمريكية محددة بوسط تهديد محدد مقصود يتم الرد عليه أو أعتقد حالة يقين هزيمة إسرائيل والذي قد يقابله تدخل دولة بمعنى حقيقي التي ستكون مجبرا أخاقة لبطل لما نيجي مع فترة إطالة المدة لن يكون إلا مرتبط بأمرين أن تحقق إسرائيل كافة أهدافها وأضع نتنياهو بن قصين له أهدافه الخاصة الأمر الثاني إصرار المقاومة فسائل المقاومة سواء حماس أو الجهاد أو الفصائل الحليفة على الحدود اللبنانية والسورية وأيضا في العراق وربما في اليمن لأنه سيأتي مع التصعيد كلما يزيد التصعيد من الأطراف يطيل من زمن الحرب وهو ما سيدر بسمعة أوروبا بشكل حضرتك لا تتخالي مقابل الخسائر لأن الخاسر الأكبر في هذا الموضوع هو أوروبا لثلاث أسباب محددة ورئيسية وهم يعلمون ذلك ولذلك إطالة زمن العملية ضد سالح أوروبا تماما نحن نتابع الآن بايدن وهو يستقبل أهالي ضحايا الهجوم حماس المباغة يوم السابع من أكتوبر وربما هذا يأتي في إطار ربما هذه حملة التعاطف أيضا دكتور جواد وهنا أريد أن أتحول لدكتور جواد ربما للتعقيب على هذه النقاط لأتينا على ذكرها وطبيعة الدور الأمريكي على الخصوص خاصة وأننا تابعنا إلغاء الأردن للقمة الربعية اللي كانت من المفترض أن تضم الأردن ومصر سلطة فلسطينية والرئيس الأمريكي برأيك كيف سيؤثر هذا على نتائج جولة بايدن؟ أعتقد أن الجولة ستكون ناقصة والسبب لأنه كان يريد أولا أن يقحى والإقناع العرب بقبول ما أعلن أنهم لن يقبلوه والنقطة الثانية أنه سيبدو أنه منحاز لجهة معينة وكانت فرصة أمام القادة العرب أيضا لكي يقول له ما يعتقدونه ويحاولون إقناعه هذه الفرصة ضعت فلذلك سنرى أن نتنياهو سوف يستثمر هذه الزيارة لأنه قد جند كل أجهزة الإعلام الأمريكية لصالحه وهي تغطي عليه تغطي على أفعاله وتستهدف العرب والمسلمين والفلسطينيين وفتح وحماس وكل من له علاقة بهذا الموضوع فإذن سنرى أنه الرئيس الأمريكي سيخرج من هذه ولكنه ربما يفقد دور الوسيط خاصة إذا الدول المعتدلة والحليفة حتى للولايات المتحدة بدأت تأخذ مواقف واضح جدا أنها معاكسة للموقف الأمريكي المتعاطف مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية إذن ربما هذا سيضعنا أمام إشكاليات كبيرة سيكون أيضا إذا طال أمد الحرب في إشكالية تجاه إيران لأن إيران حتى الآن في تقديري أنا لم تدخل مباشرة إلى الحرب بالعكس قامت ببعض العمليات التي هي الاعتذارية أنا في رأيي فلذلك إذا طال أمد الحرب فإن تصريحات وزير الخارجية الإيراني في المؤتمر في جدة تبدو أنه الرجل يبحث عن حال ولا يريد دخول الحرب في رأيي أنا ويهدد بها ولكنه لن يدخل فمن هنا أنا أعتقد أنه الجانب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية معرضون لفترة قد تطول قليلا للظلم والدمار والغيره وهذا الأردن يعني الأردن الآن جاهز حتى عسكريا لمنع أي دخول فلسطينيين أو محاولات أي محاولات إسرائيلية لإدخال بالقوة أي فلسطينيين إلى الأردن على ما يدو دكتور سيد لديك تعقب في هذه المسألة ولكن دعنا نتابع أنه التجدد القصف على مستوى الحدود اللبنانية الإسرائيلية في هذه الأثناء علما أنه إسرائيل قد قررت تمديد الحاجز أو المنطقة العسكرية من 2 كم إلى 5 كم على طول حدودها مع لبنان من معني بالتصعيد دكتور سيد ومن معني بعدم إطالة هذا النزاع أو ربما حتى توسعه علما أن الجانب الإسرائيلي يلوح بأنه مستعد لهكذا سيناريو بشكل أو بآخر هل يمكن أن تخرج الأمور عن سيطرة ليس فقط على ربما وكلاء إيران في المنطقة أو الفصائل المرتبطة بها ولكن على مستوى الدول يعني حتى ضيفنا من الأردن يقول أن الأردن مستعد لدينا موقف من مصر ربما غير مسبوق ومتشدد كمصدر سيدي يقول أن التصعيد سيقابل بالتصعيد هايل أولا أنا أتفق مع أستاذنا المحترم جدا ضيفكم من الأردن في كل ما قاله وهو أشير لنقطة تخص أيضا ما يخص تصعيد التصعيد بالفعل هو مفتاح عدم السيطرة هو مفتاح عدم السيطرة وعدم السيطرة بدأت زهور بوادره تتخالي لما الحثيين يعلنوا أننا سنستهدف أي تداخل أمريكا أو ما شابه بغض النظر عن مدى قواتهم وقدراتهم فإذن التصعيد هنا له أسباب السبب الأول أين التنصيق المعتاد بين دولتين جوار سواء الأردن وإسرائيل أو مصر وإسرائيل أو الثلاث لصالح الأمن أعتقد أنه شب متقلص إلى حد كبير أو معدوم الأكيد موجود ولكن ليس كما قبل هذا يساعد بشدة في تصعيد الأمر الثاني الإصرار عندما ننظر لمصر مثلا في موقفها بغض النظر عن أني مصر أنا أتكلم كدولي مصر تساوم إنسانيا بإنسانيا يعني فتح وإنسانيا بإنسانيا أما إسرائيل تساوم العنف العنف بمعنى إذا لم يتم نزحكم سيتم الإبادة ببساطة شديدة يعني الموضوع البسيط خالص فإذا ما فيش مقارنة إذن لما نجد هنا كيف يكون التنصيق ليس هناك أي مجال للتنصيق الأخطر من كل هذا في هذا الإطار الذي أراه غباء سياسي إذا سمح لي أن أقول هذا اللفظ من بايدن ماذا ينتظر من الصين إذا كنت أنت الآن تتخذ موقف معلم في اتجاه واحد وهو العنف ولو كان رد على العنف لو افترضنا أن العنف هو حماس هذا حقيقة حماس تستخدم العنف في إجراءاتها أي أن كانت المبرات هل يكون الرد العنف على أن كل فرد في فلسطين هو مقاتل اسمه حماس كما ترون أنهم يعملونكم على أن كل فرد إسرائيلي هو مقاتل اسمه الجيش الإسرائيلي على سبيل المثال إذن الصين ستكون فرصة عظيمة من يعلم كيف تفكر الصين إلا من سيزورون ماذا سيفعلون ما هي الترتيبات الأمنية والسياسية والدبلوماسية التي سيقومون بها هل تنتظر دور من الصين غير أنه يستمر كمنافس وتستادد أمور اشتعالا نحن الآن ننتظر من الصين دور حقيقي يكون جزء من الحل وليس جزء مشكلة كما تفعل الواتف المتحدة شكرا جزيلا لك إذن دكتور سيد غنيم الأستاذ زائر في الناتو والأكاديمية العسكرية في بريكسل شكرا جزيلا أريد أن أشكر أيضا ضيفي من عمان نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأسبق الدكتور جواد العناني شكرا جزيلا